ليس في العلاقات البشرية أقرب من العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة يصف القرآن ذلك بلفظٍ موجز فيقول جل في علاه هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن فكلٌّ من الزوجين لباسٌ للآخر واللباس يحصل به مقصدان الستر والوقاية والتجمل والتزيُّن قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم يستر عوراتكم وريشة أي تتجملون به ولباس التقوى ذلك خير فالمرأة للرجل والرجل للمرأة ستر وجمال صيانةٌ وطمأنينة سكنٌ ومودة هكذا صور القرآن العلاقة بين الرجل والمرأة في هذا العقد وذاك أن هذه الصلة مبدأ الصلات وعنها تنشأ كل العلاقات في المجتمع ترجمة نانسي قنقر